نجحت شرطة منطقة الرياض في ضبط عصابة باكستانية سولت على مصوغات ذهبية بأكثر من عشرة ملايين ريال سعودي وبدأت خيوط الجريمة في التكشف بعد أن استوقف الجنات أحد العاملين يمني الجنسية أثناء سيره في الشارع العام متجها لمقر سكنه بعد انتهاء فترة عمله ليلا واستولوا بالقوة على مفتاح معرض المشغولات الذهبية الذي كان يعمل به ومن ثم اصطحبوه بعد تقييده واحتجازه في مركبة من نوع فان إلى المعرض الذي يعمل به ومن ثم قاموا بسرقة كامل محتوياته التي تقدر قيمتها بحوالي خمسة ملايين ريال وبتكثيف البحث عنهم من قبل شرطة الرياض تم ضبطهم وهم على وشك مغادرة البلاد كما تم ضبط المركبة المستخدمة في تنقلاتهم التي اتضح أنها مستجرة بأوراق مزورة وعثر بحوزتهم على مفاتيح المعرض المسروق والحبال المستخدمة في تقييد العامل أيضا محمد تبين أثناء التحقيقات أنهم وراء سرقة معرض مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بأكثر من خمسة ملايين ريال بالإضافة إلى سرقة مركبة عائدة لأحد مناديب شركات الاتصالات بداخلها أكثر من ألف ومائتي جهاز محمول تتجاوز قيمتها ستة مائة ألف ريال وقد أقر المتهمون بالتخطيط والاشتراك في ارتكاب الحادثتين وقيامهم بشحن المسروقات إلى بلادهم بوسيطة مكاتب النقل البحري في مدينتي الرياض وجدة هذا ثاني خبر عبدالله معنا اليوم حيث الجهات الأمنية تلقي القبض على مثل هؤلاء المجرمين الحمد لله الجهات الأمنية بجميع قطاعاتها في يقضى تامس الله عز وجل أن يعينهم وعسهم على القوة اشتركوا في القناة